بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال السنوية العامة وحوش المذاكرة جايبين لكم دلوقتي كتاب منحل في من 22 ل 24 ومعنا يعني من صفحة 172 لصفحة 184 والسؤال الأول قدام حضرتك بيقول في حد من القاعدين جنبنا يعني من الجرام هيفي ميتال ميوزيك موسيقى ميتال عالية اللي هي الموسيقى اللي هي بتبقى الحديثة دي طول الليل أيضا أي دينت جيت قوين كورسليب دينت جيت قوين كورسليب يعني ما حصلتش بس ولو على غفوة طول الليل طيب معناها ان انت ما حصلتش على أي غفوة نوم طول الليل طوال الليل الليلة الماضية يبقى الراجل دوت كان شغال بيعمل الكلام دوت في زمن الماضي التالي ما هو انت ما حصلتش على نوم بسبب سبب ان الراجل ده قعد طول الليل شغال عمال يعمل صوت موسيقى عالية يبقى حنشتغلها ايه بقى ماضي تال مستمر يبقى هاد بين بلينج علشان كلمة تقول بمعنى طوال وكلمة تقول بمعنى طوال دي دل على الاستمرار في نفس الوقت الكلام دوت حدث في الماضي تزامن مع الماضي البسيط يبقى هاد بين بلينج نمرة اتنين احنا عارفين ان دي مستخدمة في درس الاقتراحات معناها لما لا بيجي وراء الفعل فين في المصدر يبقى لجابة نمرة لما تاخدش بعض الوجبات الخفيفة معك علشان ما تجوعش يعني او ما تشعرش بالجوع طيب رقم تلاتة بيقول لك لم اكد وطالما نو سونار ايجت قدام في البداية يبقى انت قدام حضرتك حل من الاتنين يتجيب وراها ماضي تام في شكل سؤال يتجيب وراها ماضي بسيط في شكل سؤال حلوة اوه مين في دول اللي جاي فيهم في شكل سؤال هنا الرجل بيقول لك فولن خلي بالك ان فولن دي بسط بارتسبه لان من ناحية السؤال لاتنين جايين ديت زابوي عايز المصدر وهاد زابوي عايز التصريف الثالث انت عندك هنا فولن التصريف الثالث يبقى الاجابة بتاعتك نمرد دي هاد زابوي لم يكد الولد يقع من على العجلة ذان زابوليس مان هارت وهيل بهم اتوانس رجل الشرطة اسرع مباشرة علشان يساعدوا في الحال رقم اربع طالما الراجل جاب جايزة يبقى الراجل هنا بيتكلم على جائزة مهمة الاسبوع اللي فات رقم خمسة ولو انا ما قلت لهاش الحقيقة دلوقتي هترجع بعد كده الكسب اللي انا كذبته ده يقعد بقى يطاردني يعني يطاردني يعني الكسب بتاعها هيقعد يجري ورايها هيقعد بقى ضميري ان ابني الاجابة نمرد دي هونت هونت يعني يطارد او يجري وراه رقم ستة بيقول لك هو الراجل يعني تحمل مسئولية او تتولى مسئولية نقط في محاولة انه هو يحسن ظروف العمال التاتشمنت يعني مرفق مانجمنت ادارة مونيمنت يعني اثر انجريدينت يعني مكونات طبعا الاجابة نمرد بيه الراجل تحمل مسئولية الادارة علشان يحاول انه هو يحسن ظروف العمال رقم سبعة دينا نقط لاستويك وبس كده دينا نقط الاسبوع اللي فات حلوة قوي الكلام ده الاسبوع اللي فات ماضي يبقى جيتس وهاز مع السلامة الاثنين لانهم مضارع طيب انا عايز اقول بقى دينا جعلت بيتها جعلت بيتها ايه يزين ولا يتزين يعني يدهن ولا يدهن طبعا لما اقول جعلت بيتها يبقى لازم تبقى مبنية للمجهول يبقى انا هفقوها اقول في الحالة دي هاد او جوت زائد المفعول الاولاني اللي هو المنزل وبعدين ايه البست بارتسبل هنا عاملها طول مصدر غلط يبقى الاجابة نمرد دي هاد هرهاوس ديكوريتد جعلت بيتها ان هو يدهن او يتزين رقم تمانية بيقول لك نقط employees are entitled to receive health insurance الموظفين هم المقصود بيهم ان هم يحصلوا على رعاية صحية full timing ولا full timing ولا full time هو انا بقول الموظفة بدوام كامل دوام كامل يعني دوام كامل يعني full time ولا واحدة من دول ما فيش غلل الاجابة نمرد ديكوريتد I was advised والله انا نصحت buy a doctor بواسطة الدكور هنا فيه اتنين مبني للمجهول انا نصحت مبني للمجهول في الماضي وان ارى بواسطة الدكور ولا ارى انا نصحت ان انا يتكشف علي بواسطة الدكور يبقى انا I was advised انتعرف ان ادفايز بيجو وراها تو زائد المصدر لو عايز ابنها للمجهول تبقى تو بي زائد البست بارتسبل بل اجابة نمرد بي تو بي سين نصحت ان يكشف علي او ان انا يشوفني يعني دكتور رقم عشرة refers to traditional beliefs تعود على او تشير الى المعتقدات التقليدية values القيم and customs والعادات of a family بتاعت العيلة country الريف ارصصيتي او المجتمع كده heritage تراث monument author attraction عوامل جذب سياحي prediction تنبؤ اجابة نبرت ايه التراث كلمة التراث او الموروثات هي المعتقدات القديمة والقيم والعادات بتاعت العيلة او البلد او المجتمع اسمها تراث يعني heritage 11 she is very efficient professor ما شاء الله عليها هي دكتورة في الجامعة وعندها كفاءة كبيرة she must نقط a very good university student لابد وانها كانت تلميذة شطرة في الجامعة لما كانت تلميذة طالما هي ما شاء الله عليها دكتورة دلوقت شطرة يبقى كانت must ايه بقى have زائد must participle وكلمة very good جاية دية صفة والصفة عايزة verb to be يبقى لازم اقول must have been يبقى الاجابة نمرد بي هي الاجابة الصحيحة لابد وانها كانت تلميذة شطرة في الجامعة تعال على 12 to chop chop بمعناها يقطع الى قطع كبيرة to chop means to ايه بقى ان انت تقطع الى قطع كبيرة يبقى الاجابة نمرد see cut into pieces تقطع الى قطع extend the arms and legs انك تفرد درعتك ورجلك يبقى انت كده بتعمل stretch تتمطع او تتمطع cover with water يغطي بالماء يبقى دي معناها يغمر give encouragement يعني يعطي تشجيع يعني يشجع 13 i told the teacher i know the following lesson انا اخبرت المدرس ان انا نقطة الدرس القادم خلي بالك ان ده following lesson دي متحولة من next lesson الحصة القادمة فكلمة next lesson دي معناها الحصة القادمة يبقى كانت هنا مستقبل بwill وعايزها منفية يبقى ومت زائد المصدر لاني قلت للمدرس ان مش هحضر الحصة طب انا عايزة ابعد بقى will لخليها ايه تبقى wooden زائد المصدر يبقى لجابة نمرد بي wooden تقتند ده following lesson ان انا مش هحضر الحصة الجاي 14 اليونان واسبانيا تكون في اوروبا انا عايزة اقول في جنوب اوروبا حالو حاجة من الاتنين يا اما تقول in the north of Europe فين the north of مش موجود يا مستر ولا ساساوس حتى الجنوب معلش ااسف بدل شمال خليها جنوب فين the south of Europe هنا فيه the south مفيش off طيب سوسرلي لا لان دي اتحال انا عايز هنا ليوروب صفة وبالتالي هقول اسمها سوسرن يوروب في جنوبي اوروبا او اوروبا الجنوبية يبقى اللي جابة نمرد دين تعال بقى على 15 بيقولك is a state of verb من الافعال التقريرية عيني يا الراجل جايب سؤال في الصميم من الافعال التقريرية go يذهب مش افعال تقريرية right يكتب مش افعال تقريرية walk يمشي مش افعال تقريرية verb to be و verb to have على رأس الافعال التقريرية من اول الافعال التقريرية فعلي يكون و فعلي يملك افعال الحواس والمشاعر والادراك والحب والكره والاشتغالات دي كلها كل دي بتاعة افعال تقريرية بقى اللي جابة نمرد سي 16 which one is correct من في دول صح مش عارف هل هو بيتكلم على القواعد ولا على الترقيم اعتقد انه بيتكلم على الترقيم لانه حاطط مرة كومة و مرة نقطة و مرة علامة استفهام و مرة فصلة منقوطة يبقى بيتكلم على الترقيم هافنج ريسيفد هافنج دي رابط زيها زي افتر هافنج ريسيفد زافيزا بعد ما تلقيت الفيزا كومة او بعد ما تلقى الفيزا خاد الفيزا من هنا طلع يجري علشان يقول ابو هي الاجابة الصحيحة لان ما ينفعش بعد الرابط احط نقطة ولا علامة استفهام ولا فصلة منقوطة انت عارف ان الرابط بيجي في اول الجملة بيجي ورا منه الجملة وبعدين كومة والجملة التانية يبقى الاجابة نمرت ايبستسولوس تعال بعد كده على سبعتاشر عايزك تحط علامة تركيل مناسبة هير وات اي بوت هذا ما اشتريته نقطتين فوق بعض ملك اللبن شجر السكر والشاي واللبن مش عارف ما تكرر اللبن مرتين تاني ليه الراجل بين عليه يعني بيحب الحليب اول طيب هنا احط نقطتين فوق بعض ليه مستر لان انت كده بتحط تفاصيل القائمة بتاعتك هذا ما اشتريته نقطتين فوق وبعد واقول تفاصيل يبقى الاجابة نمرت ايه هي الاجابة الصحيحة تعالى على القطعة بقى جميلة وبتتكلم بيقولك الملح هو عبارة عن عنصر شائع جدا ومنتشر وعمرنا ما بنفكر في مصدره ايه هو لان من كتر ما هو موجود قدامنا عمرنا ما فكرنا الملح ده بيجي من نين هيحكي لك بقى حكاية الملح بيجي من نين تاريخيا الملح اصلا الملح ده مستخدم علشان حفظ الأطعمة بيحفظ الطعام علشان الطعام ما يفسدش we season our food with salt season يعني يضع بهارات يتبل يضع بهارات بنبهر الطعام بتاعنا بالملح بنحد season يعني يحط بهارات او يملح الطعام بالملح the many uses الاستخدامات الكثيرة for salt للملح have made it valuable commodity جعلته سلعة قيمة commodity يعني سلعة قيمة بالرغم النرخيص الى انه مفيش استغناء عنه وخلته سلعة قيمة over the centuries عبر القرون entire economies اقتصاديات كاملة have been built on the production and trade of salt يا سلام اقتصاديات كاملة بنيت على انتاج وتجارة الملح in ancient Rome في روما القديمة salt الملح was used as currency كان بيستخدم كعملة ينهى ربي اتخيل الملح كان عملة زي وزي الجنيه دلوقتي وزي الدولار وزي الريال وزي الدينار دلوقتي كان الملح بيستخدم كعملة in some countries في بعض الدول roads الطرق were built specifically for the transportation of salt from mines to sea ports تخيل ان الطرق كانت بتتبني خصيصا علشان ينقلوا الملح من المناجم من المناجم اه كانوا بيطلعون تحت الارض من المناجم to sea ports الى المواني البحرية at various times in history وفي اوقات مختلفة في التاريخ exclusive rights and taxes on salt have led to wars تخيل ان حقوق خاصة او حصرية وضرائب اللي اتفرضت على الملح led to wars كانت بتؤدي الى حروب and revolutions وثورات تخيل china الصين نفسها africa وقرة افريقيا and india والهند are countries can't dwell that have all experiences كلها مرت بتجربة conflicts الصراع over salt على الملح ياه الملح ببلاش ده مستر اه our own history in America التاريخ الخاص بامريكا نفسها is not immune لم يكن ممنوعا او حصينا to the value of salt من قيمة الملح خد عندك the massachusetts bay colony مستعمرة خليج ماساشوستس ماساشوستس دي وليها في امريكا health rights كانت واخدة الحقوق to produce salt لانتاج الملح تخيل كانت مستحوذة على حقوق انتاج الملح for many years لسنوات كثيرة كانت واخدة حقوق حصرية ماساشوستس دي هي اللي تنتج الملح the airy canal حتى قناة اري was built in part to transport salt حتى تنقل الملح بالمراكم تخيل salt plays other cultural rules as well ده كمان الملح له دور ثقافي يا سلام دور ثقافي يعني انت عملت في الفقرة اللي فوق دي عملت تتكلم على السلعة الاقتصادية اللي اسمها الملح وازاي ان امت بسببها حروب وكان بيتعمل علشانها طرق ويتفحر علشانها قنوات كويس دلوقتي داخل في القيمة الثقافية طب ايه قيمة الملح الثقافية يعني it's used in religious rights بيستخدم كمان في التقوص الدينية تقوص الدينية for purification من اجل التنقية or offerings او تقديم العروض its value is reflected in language حتى كمان ان قيمة الملح انعكست في اللغة اللغة دي ثقافة when salt was used as currency لما الملح كان بيستخدم كعملة during times of slave trade اثناء عصر تجارة العبيد ايما كان في عبيد زمان كانوا بيبيعوا الناس ويشتروها people might say someone was not worth his salt بيقولوا كانوا بيقولوا على العبد التعبان او العبد السكة انه لا يستحق الملح بتاعه ما يسويش شوية ملح ان العبد دوت كمنه عبد سكة او ضعيف جثمانيا او ما بيقدرش يشتغل بيقولك not worth his salt يعني ما يستحقش اكله ما يسويش الملح بتاعه we say a dependable person is وبنقول على الشخص اللي تقدر تعتمد عليه والشخص القوي اللي انت تعرف تعتمد عليه the salt of the earth ان البني ادم دوت هو ملح الارض يعني ملح الارض يعني مفيش غنى عنه يبقى لما واحد ما يستهلش بنقول عليه not worth his salt يعني ما يستحقش تمن ملحه او ان حد ذو قيمة جدا ان البني ادم ده هو ملح الارض يعني ملح الارض يعني بني ادم مفيش غنى عنه indispensable يعني لا يمكن الاستغناء عنه long ago من ايام زمان people obtained salt by boiling sea water شوف فقه هنا الفقرة دي بتتكلم عن طرق الحصول على الملح يبقى انت دلوقت الراجل بيتكلم فوق هنا جاب الحتة دي كده حتة مقدمة ظريفة ولطيفة كده introduction جميلة تمام بعد كده جاب ايه الاهمية الاقتصادية للملح وبعد كده الملح في الثقافة الفقرة دي الثقافة علاقة الملح بالثقافة بتاعت الشعوب وبعدين اخر حاجة طرق الحصول على الملح نجيب الملح الناس بتجيبه ازاي long ago من ايام زمان people obtained salt الناس كانت بتحصل على الملح الناس كانت بتحصل على الملح by boiling sea water بانها بتغلي مية البحر ما احنا عارفين ان مية البحر ملحة فهنغليها البخار هيطلع لفوق ويسيب لنا الملح مترسب معروفة دي the water evaporated as steam المية كانت بتتبخر كبخار leaving behind the nearly pure salt وبتسيب وراها ملح نقي salt can also be mind كمان ممكن الملح يستخرج عن طريق المناجم mind يعني منجم ممكن الملح دوت انه هو يستخرج from underground deposits من الارصدة اللي تحت الارض في منه كميات مترسابة deposits الترسبات اللي تحت الارض as a mineral كمعدن كأحد المعادن زي وزي بقيت اي حاجة often these deposits غالبا الارصدة ديت او الترسبات بتاعته where formed تكونت by past evaporation عن طريق التبخر ايام زمان and shift in rock layers وطبعا انتقل الى طبقات الصخور over time عبر مرور الزمن most of the salt produced this way معظم الملح اللي بينتج بهذه الطريقة is in the form of rock salt بيسمى الملح الصخري third way طريقة ثالثة of producing لانتاج salt الملح is a little more complex الطريقة دي معقدة شوية a dome بيعملوا قبة بيعملوا قبة is erected erected يعني تنشأ او تبنى over a salt deposit فوق الترسبات بتاعت الملح the salt is drilled out of the earth والملح دلوقتي بقى بيستخرج بالطريقة ديت عن طريق drilled out of يعني ايه بالشانيور او بالبريمة عارف البريمة اللي بيستخرجوا بيها البترول مكنة تخرم في الصخر of the earth and the water is added ويضاف الماء توضى صالت للملح to dissolve it علشان ندوبه the resulting brain brain يعني محلول ملحي brain يعني المحلول الملحي الناتج من الموضوع ده is then boiled بيتم غاليه causing the water to evaporate علشان نخلي الماء تتبخر leaving just the salt once again ونسيب الملح هو اللي يترسب مرة تانية much of this salt is what we know stable salt وكتير من الملح دوت اللي احنا بنعرفه باسم ملح السفرة يعني ملح السفرة يعني الملح اللي بتحطه قدامك على تربيزة الاكل او الملح اللي احنا بنضيفه للأكل اللي احنا بناكله اسمه stable salt ملح السفرة طيب باش جميل قطعة مفيدة جدا حاجة جميلة بصراحة قدتنا شوية كلمات حلوين مش اقل من عشر كلمات وطلعت لنا معلومات رائعة عن الملح واهميته واستخراجه انتو عارفين ان استخراج الملح يا اما بغلي المية يا اما بخرم في الصخر يا اما بعمل مناجم وطلع بها الملح انما تجارة الملح مع الدول الاخرى ليست طريقة من طرق استخراج الملح 19 which is the synonym of the word community كوميديتي قولنا معناها سلعة سلعة مين في دول معناها سلعة money فلوس belonging ممتلكات stock يعني اه اللي هي الاوراق المالية او سوق البورصة اجابة نمرد see merchandise merchandise يعني بضاعة merchandise يعني بضاعة 20 what does it mean to say someone is the salt of the earth لما تقول على واحد ان ده ملح الارض معناه ان الشخص دوت يعتمد عليه وما تقدرش تستغنى عنه الاجابة نمرد D that person is reliable معتمد عليه trustworthy يعني ثقة and dependable dependable برضو معناها معتمد عليه 21 which statement explains one reason why salt is a valuable commodity مين في دول تشرح السبب اللي مخلي الملح عبارة عن سلعة او بضاعة قيمة الاجابة نمرد B ان salt is used for food preservation لان الملح اصلا مستخدم في حفظ الاطعمة 22 what does it mean to say we season our food with salt بنتبل او بنظهر الاكل بالطعام معناه بالملح معناه ايه معناه ان احنا بنضيف الملح والفلفل والحاجات دي للاكل we add salt pepper to food in order to make the taste better بنضيف الحاجات دي للاكل عشان نخلي مذاقه افضل 23 according to the passage طبقا للقطعة which of the following is true مين في دول صح هم كلهم غلط وفيش غير واحدة صح نمرد ايه بيقولك ده production and trade of salt انتاج وتجارة الملح واصدامين source of some entire economies كانت مصدر رئيسي لبعض الانظمة الاقتصادية كاملة فعلا الاجابة نمرد ايه العبارة دي صحيحة ان بعض الدول كان في حروب تقوم بسببه يبقى بيقولك ان انتاج وتجارة الملح كان مصدر رئيسي لاقتصادية كاملة 24 if someone isn't worth his salt لو واحد ما يستحقش الملح بتاعه يعني ما يسواش اكله يعني الراجل دوت ايه بيقولك يعني ما يستهلش تدفع فيه فلوس اجابة نمرد سيد don't deserve one's pay لا يستحق ان تدفع به ثمن ما يسواش 25 in the last paragraph في الفقرة الاخيرة the writer is explaining some الكاتب بيشرح ايه في الفقرة الاخيرة طبعا هو الراجل كان بيتكلم عن طرق استخراج الملح كان فيه ثلاث طرق بيتكلم يبقى الراجل بيتكلم هنا عن lose قوانين roles ادوار ولا positions ممتلكات ولا processes عمليات 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 جراحية عمليات انتاجية وتصناعية عمليات استخراج الملح اللي جابني من الدين تعال على الفقرة التانية يقولك it's bad to have القطعة دي ارينها قبل كده واحنا بنحل فيه كتاب الزتونة كانت القطعة دي على ما اتذكر ارينها في الزتونة it's bad to have food stuck between your teeth من الضرء او السيء انك تسيب الاكل لازق بين اسنانك for long time لمدة طويلة as food attracts good germs لان الطعام بيجذب الجراثيم which produce acid والتي تنتج الاحماض and the acid hurts your teeth والحمض دوت بيضر سنانك flossing flossing يعني الغسيل بالفرشة ان انت تغسل سنانك بالفرشة helps to remove this food بتساعد في ان احنا نشيل هذا الطعام this explains why flossing helps to keep your mouth healthy وده بيشرح لنا ويفصر لنا السبب اللي بيخلي ان التعامل بفرشة السنان بيساعد اسنانك انها تبقى بصحة جيدة but some doctors ولكن بعض الدكاترة say that flossing can be also good for your heart الدكاترة كمان بيقول وده وصلوا الموضوع زاد معاهم وقالك ان غسيل السنان بالفرشة ممكن يكون مفيد للقلب يا سلام ايه علاقة غسيل اسناني بالفرشة بالقلب قالك it may seem strange that something you do for your teeth can have an effect on your heart طبعا يبدو غريب انك حاجة بتعملها في اسنانك بالفرشة تأثر على قلبك doctors have some ideas الدكاترة عندهم افكار ادوتها وفلوسنج ازاي ان شغل بالفرشة وركز توكيب your heart healthy بيعمل بشكل كويس انه يخلي قلبك بصحة جيدة one idea is that الفكرة الاولى هي ان جرمس الجراثيم that hurt your teeth اللي بتضر اسنانك can travel into blood ممكن تسافر الى مجرى الدم and attack your heart وتهاجم قلبك another idea فكرة تانية is that when there are too many germs لما يكون في جراثيم كتيرة اكثر من اللازم من اللازم ان يرماو الثبوءك the body tries to fight them الجسم بيحاول يحارب هم هم دول مين اللي هم الجراثيم يبقى ذي بعيدة على الجراثيم and the way the body fights these germs والطريقة اللي الجسم بيحارب بها هديه الجراثيم may weaken the heart ممكن تضعف قلبك not every doctor agrees about these ideas مش كل الدكاترة متفقين على الافكار دي some doctors بعض الدكاترة think that we the link between good flossing ان العلاقة بين غسيل الاسنان بالفورشة and good heart health وصحة القلب الجيدة is only coincidence هي مجرد مصادفة a coincidence is the occurrence المصادفة هي حدوث two or more things شيئين أو أكثر at one time في وقت واحد by mere chance بالصدفة البحتة apparently mentally معناها بوضوح واضح كده ان الحاجتين دول حصلين بالصدفة for example على سبيل المثال every time I wash my car كل ملق كل مرة اغسل فيها عربيتي transit الدنيا بتمطر هل له علاقة ان لما اغسل عربيتي الدنيا تمطر دي كلها مصادفة اللي هي coincidence حاجة بتحصل بوضوح ان كل ما اغسل عربيتي الدنيا تمطر دي صدفة مش معنى ان انت بتغسل سنمك بالفورشة لا يبقى علشان قلبك صحي او صحة قلبك كويسة يبقى علشان انت بتغسل سنانك بالفورشة this doesn't mean هذا ليس معناه that when I wash my car مش معناه ان انا كل ما اغسل عربيتي transit الدنيا تمطر like wise وبالمثل بعض الدكاترة think that people who have bad flossing بعض الدكاترة بيعتقدوا ان الناس اللي ما بتغسلش سنانها بالفورشة او ما بتتبعش عادات غسيل الاسنان بالفورشة may have heart problems ممكن يكون عندها مشاكل في القلب and people who have good flossing وان الناس اللي بتغسل السنانها كويس بالفورشة may have healthy heart ممكن يكون عندها صحة قلبك كويسة the theory that النظرية ان flossing your teeth helps to keep your body healthy نظرية ان غسيل اسنانك بالفورشة بيساعدك في ان انت تحافظ على صحة جسمك may not be true ممكن ما تكونش صحيحة بط ولكن every doctor كل دكتور agree that متفقين على حاجة واحدة flossing is a great way ان غسيل السنان بالفورشة هو طريقة عظيمة to keep your teeth healthy انك تخلي اسنانك بصحة جيدة so even if flossing doesn't help your heart حتى لو غسيل السنان بالفورشة ما بيساعدش عضلة القلب it's sure to help your teeth بس بالتأكيد هيساعد اسنانك 26 flossing effectively غسيل الاسنان بشكل فعال بالفورشة helps to keep your mouth healthy to by preventing بيساعد ان انت تحافظ على صحة اه الفم بصحة جيدة by preventing عن طريق منع ايه بقى عن طريق منع الجراثيم من انها تكون الاحماض الاجابة نمرت ايه germs from producing acid الجراثيم من انتاج الحمض 27 the passage is mainly about القطعة في الاساس او اصلا بتتكلم عن ايه ازاي تحافظ على صحة اسنانك how to keep your teeth healthy ازاي انك تحافظ على صحة اسنانك 28 the underlined word apparent اللي معناها بوضوح اللي تحتها خط in the second paragraph الفقرة الثانية means الاجابة نمرت ايه clearly اللي هي معناها بوضوح the underlined word them قلنا بتعود على ايه الاجابة نمرت ايه germs algorithm دكتورز think that flossing has nothing to do with the heart دكاترة قد ايه بيعتقدوا ان غسيل الاسنان مالوش علاقة بصحة القلب هم مش كلهم ومش كلهم يبقى الاجابة نمرت بيصم بعضهم هو اللي بيعتقد بش الكل 31 which of the following words means fight من في الكلمات الاتية معناها يقاتل او يقاوم الاجابة نمرت ايه resist يعني يقاوم host يعني يفسد discourage يعني لا يشجع 32 سجست a title to the message اقترح لنا عنوان للقطعة طبعا اه يعني اكيد الاجابة نمرت ايه flossing اللي هو غسيل الاسنان بالفرشة 33 flossing keeps the heart healthy boy الغسيل الاسنان بالفرشة بيخلي القلب بصحة جيدة عن طريق نقط the food stock between the teeth الاطعام اللي لازق بين الاسنان طبعا الاجابة نمرت دي removing لان شغلة غسيل الاسنان بالفرشة هو removing ازالة بقايا الطعام من بين الاسنان الترجمة generally the difficulty level of a language varies from person to person بشكل عام صعوبة مستوى او مستوى الصعوبة في اللغة بيختلف من شخص لشخص تاني and it also depends on the culture وكمان بيعتمد على الثقافة to which one may be long اللي ممكن يكون الشخص بينتمي اليها الاجابة عندك هي الاجابة B بشكل عام يختلف مستوى صعوبة اللغة من شخص لاخر ويعتمد ايضا على الثقافة التي قد ينتمي اليها الشخص هنا بيقولك في جيم ودال بشكل كبير مع السلامة هنا في الاولانية يحتوي بشكل عام يختلف مش يحتوي يبقى الاجابة عندك هي بها 35 المواطنون الصالحون are those هم هؤلاء who devote themselves اللي بيكرسوا نفسهم يكرس نفسه يخصص نفسه يبا انت لو جيت كده على الكل هتلاقي يقتل نفسه هتلاقي يحرص نفسه يفترس نفسه مع السلام انتو الكل حبايب اللي اجابة برضو به اللي هي المواطنون الصالحون هم الذين يكرسون انفسهم ووقتهم واموالهم من اجل رفاهية اسرهم علشان خطر الاسر بتاعته يقولك في 36 الارهاب خطر كبير يمكن ان يؤثر على اجيال متعاقبة مادامة افكاره لم تحارب ولم تصحح مفاهيمه الاجابة في القصة دي تبقى دي terrorism is a great danger الارهاب خطر كبير that can affect successive generations generations اجيال و successive يعني متعاقبة as long as it's ideas ان الافكار بتاعته aren't food لا تحارب and it's concepts والمفاهيم بتاعته aren't corrected لا تصحح طيب البقين غلط ليه بيقولك تيروريزم ماشي is a great danger هنا بيقولك dangerous خطير انا عايز اقول خطر that can affect بدل ما يقول successive متتابع بيقول excessive يعني زايد او over او زياد عن الحد ونمرت ايه بيقولك تيروريزم is a great dangerous خطير انا عايز اقول danger خطر يبقى الاجابة عندك زي ما قلنا نمرت دي فعلا هي الاجابة الصحيحة 37 عقدت الكثير من المؤتمرات الدولية لمحاولة الوصول الى حل لمشكلة الاحتباس الحراري كثير من المؤتمرات الدولية عقدت علشان اه في محاولة الوصول الى حل لمشكلة الاحتباس الحراري ماشي يعني الاجابة عندك بيه اللي هي international conferences have been held هنا have held اقامت مش مبنية للمجهول وهنا برضو held اقامت بمبنية للمعلوم ماضي يبقى انا عندي نمرت بي ودي هما اللي معايا have been held to try to reach a solution للمحاولة الى الوصول الى حل to the global warming problem لمشكلة الاحتباس الحراري نشوف هنا بقى نمرت دي غلط ليه many international conferences have been held to try to reach a solution اه ما قالش هنا حرف الجر 2 ما قالش solution 2 حل ليه بقى الاجابة فعلا نمرت بيه هي الاجابة الصحيح تعال بقى على بيب بيقولك if you were babe لو انت babe would you take off your code كنت هتخلع البلط بتاعك and try to save miss havesham وتحاول ان انت تنقذ miss havesham and put out the flames وتطفي النار although she used stella to break to take revenge on you برغم ان هي استخدمت او استغلت stella عشان تنتقم منك اه كنت برضو هساعدها because she was a human being لان هي طبعا اه كائن بشري بني ادم ثم ان اللي عملته فيها ما يستهلش الحرق ولا يستهل الموت عليه هي روح بشرية مهما عملت هي في الاخر ما قتلتنيش هي كل الحكاية او ممكن تكون اس كسرت قلبي او استغلت stella في انها تنتقم مني ولكن ده بسبب انها شخص مضطرب نفسيا وعندها مشاكل نفسية غير ان اللي عملته دوت ما تستهلش عليه الاتل في الاخر مس هافيشام اسكد اف اي وز فيري انهابي مس هافيشام سألتني اذا كنت انا حزين why do you think مس هافيشام اسكد بيب ذات كويسشان في رأيك ليه مس هافيشام سألت بيب السؤال دوت to make sure طبعا علشان تتأكد to make sure علشان تتأكد that his heart ان قلبه was broken كان مكسور by stella بواسطة stella تتأكد بتسأله السؤال ده علشان فعلا توصل لحقيقة اذا كان فعلا حزين وقلبه مكسور بسبب stella ولا لا diversity is essential in society ان التنوع والاختلاف ضروري لكل المجتمعات او ضروري علشان المجتمع وتدوت مجاوبين وعند حضرتك هتلاقيه موجود في الورق اللي مرفق معه الحصة ان شاء الله وبرضو كتبين لك عليه وزي ما بنوصيك كل مرة حاول انك تطلع الكلمات الصعبة وتحفظها وتستخلص الافكار وتلخص الافكار اللي جاية في المقال علشان لو اطلب منك حاجة زيه انك تعرف ان انت تكتب عنها تعالى للامتحان التاني اللي هو امتحان تلاتة وعشرين بيقول لك another word for annoyed كلمة تانية معناها متضايق متضايق يعني زهقان يعني شاعر بالضجر شاعر بالملل شاعر بالضيق يعني زهقان او متضايق متقطع يعني عنده اجهاد الاجابة نمرت ايه رقم اتنين اي نقاط انا نقاط زميلي لسنوات كثيرة الان بعد كده تبص في الاختيارات تلاقي الفعل بتاع يعني يعرف الفعل دوت لا يوضع في المستمر لانه من الافعال التقاريرية وبالتالي هتيجي تقول غلط تمام كده كلمة لمدة الان كان مفروض انها هتدي مضارع تام مستمر بس للاسف فعل له ما بيتحطش في المستمر وبالتالي هتاخد الاجابة نمرت بي هي الاجابة الصحيحة رقم ثلاثة الموكب بتاع الرئيس مر بالهي الاحياء الفقيرة يعني احياء العشوائيات يعني عشوائيات فقيرة وهو نقط كان بشكل عظيم طبعا الرجل كان مصدوم من اللي شافه يبقى لجابة نمريتسي كان مصدوم من اللي رأى اربعة لا اعتقد ان الفيلم يستحق كلمة دي من التعبيرات اللي بيجي وراها الفعل زائد لا اعتقد ان الفيلم يستحق المشاهدة خمسة الهدف بتاعنا هو ان احنا نقلل ضحايا حوادث الطرق عايز المرادف بتاع الضحايا طبعا الاجابة نمريت ايه تعال على رقم ستة بيقولك اي بلاي فيديو جيمز بلعب العاب فيديو نقاط مع الاقل اقل واجب مرتين في الاسبوع ده انت تبقى راجل عسل قوي لو انت بتلعب مرتين بس يبقى طبعا بيلعبها بانتظام ريجيولار اللي طالما الراجل بيلعبها مرتين في الاسبوع اقل واجب يبقى الراجل مداوم عليها يبقى منتظم سبعة هم حاولوا ان هم يعملوا تلفيق او تحوير بس ايجابي اندى سيلز فيجرز على ارقام المبيعات التحوير ده عمل ايه بقى التواء او التفاف اللي احنا بقولنا علي بيحور انه هو بيعمل ايه بيلفق او بيحور او بيعمل التفاف او التواء علشان خاطر يدي شعور ايجابي بخصوص المبيعات او ارقام المبيعات التمانية الشمس هي اكبر كوكب فين ما عرفش هل الشمس اصلا كوكب يعني حضرتك بتقول على الشمس كوكب مفروض ان الشمس دي نجم مش كوكب ما علينا المفروض انها تبقى اكبر نجم ولا اكبر كوكب تسعة النهاردة بالذات شوية بالنسبة لي ماذا عن بكرة ايه رأيك بكرة يبقى النهاردة بالنسبة لي ملائم سيوتابل طب لو هو سيوتابل مناسب ليه بسأل عن بكرة وابروبريت مناسب وماتشنج يعني متوافق كل ده غلط الاجابة المرد بي ان كونفينينت النهاردة بالنسبة لي مش مناسب ايه رأيك في بكرة مية سبعة وسبعين الجملة رقم عشرة بيقولك فقط مص الامتحانات او التدريبات تم او خلص لغاية دلوقتي ولكن الباقي بحلول يوم السبت طالما لسه مخلصش وطالما بيقولك بحلول او قبيلة يبقى انت عايز هنا مستقبل تم على طول حلو مستقبل تم يبقى الاجابة ونمرد بي ونمرد د غلط الاجابة ونمرد سي سيكون انتهى بحلول يوم السبت 11 احنا قررنا ان احنا نطبق او ننفذ التوصيات بتاعت اللجنة كاملة يطبق او يوظف طبعا الاجابة هتبقى put into action يعني يضعها حيز التنفيز 12 الكتاب نقط به كثير من الصور حلو المفروض ان الكتاب اللي عنده حضرتك دوت غير عاقل تمام يبقى المفروض يبقى which الذي I give you الذي اعطيتك اياه اللي انا ادته لك الكتاب اللي انا ادته لك فين يا مستر ويتش بلاش ويتش ممكن تلاقي ذات هنا which I give you هنا كاتب I give you بس that I give you الذي اعطيته لك مظبوط بس يكاتب لك it المفروض ان it دي تتشيل طالما هحط which او that يبقى دي غلط which give you مين اللي ادهو لك بقى فين الفاعل اللي هنا يبقى دي غلط that I give it to you برضو جاي بالضمير it to you غلط طب كده كلهم غلط يا مستر لا نمرت ايه هي اللي صح لي يا مستر نمرت ايه هي اللي صح ما هدي حالة حزف ضمير وصل يربط محل مفعول طالما يربط محل مفعول ينفع اشيل ضمير الوصل وحطه بس كده من غير ضمير وصل طالما بيربط محل مفعول احزف ضمير الوصل واسيبك جملة زي ما هي يبقى the book I give you الكتاب الذي اعطيته لك 13 my shoes were so that I could hardly work تخيل ان الحزاء بتاعي كان نقط جدا لدرجة ان انا مشيت بالعافية وكنتش عارفة امشي يبقى الحزاء ده كان مالو يا معلم از اكيد الحزاء ده كان يعني ديق جدا لاجابة نمردي تايت تايت يعني محزق او ديق هاندل يتعمل يتناول او اقرأ سكريم يعني يصرخ او صرخة فنت يعني يغم عليه لاجابة نمردي تايت يعني ديق جدا 14 ليقولك محمد صلاح is number two b محمد صلاح يعتبر the best player in Egypt now افضل لاعب في مصر الان محمد صلاح is content تايت يحتوي على consisted يعني يتكون من connected يعني مرتبط به او مربوط اللي جابة نمردي ايه consider the your طبر تعال بعد كده على مهارات الكتابة بيقولك in order to reduce pollution لكي نقلل التلوث the city المدينة must reduce the number of cars لازم تقلل عدد العربيات انزر وده على الطريق كلمة in order two اللي تحتها خط دي بتعبر عن ايه in order two معناها لكي تعبر عن الغرض اللي جابة نمردي ايه نمردي addition يعني اضافة reference يعني التوشير الى او تعود على وcause يعني السبب 16 وتشوف the following sentences ايه من الجمل الاتية has the perfect punctuation لها الترقيم الممتاز او الترقيم الصحيح او المظبوط حلو بيقولك abril showers bring forth may flowers يعني بيقولك ان ابريل بيعني بيخلي الظهور ايه ان هي تفتح او يجيب الظهور بتاعة شهر مايو كده يعني المهم طبعا ابريل هنا غلط لان بدأ الجملة بحرف small وتيجي بعد كده على نمره c غلط لان برضو شهر مايو عامل ال m small وهنا الجملة خبرية مفروض حطت اخرها نقطة لا حطت علامة استفهام اللي جابة عندك نمره ايه هي اللي فيها كل الاختيارات او كل الحاجات الصح 17 ينبغي انك تدرج او تحط نقط خلال او عبر المقالة بتاعتك في وسط المقالة بتاعتك كده تحط ايه جمل اطروحة لا هي جملة اطروحة واحدة بتتحط في اخر المقدمة مقدمات هي مقدمة واحدة بتبقى في الاول خاتمات هي خاتمة واحدة بتبقى في الاخر لكن انا في وسط المقال بتاعي ببقى حاطة transitions transitions يعني عبارات انتقالية احط and احط in addition احط because احط although كل دي اسمها عبارات انتقالية باستخدمها عشان اعبر عن التناقض او عن الاضافة او عن العكس او عن الغرض او عن السبب او عن النتيجة كل دي القطع الاولى بيقولك imagine swimming through refreshing ocean waves تخيل السباحة عبر امواج المحيط المتجددة او المنعشة with a graceful prehistoric animal مع حيوان انيق او رشيق مما قبل التاريخ القطع دي كنا ارينها في المعاصر بتتكلم عن السلاح في البحرية many people hope to do just this كثير من الناس يأملوا بان يفعلوا هذا هذا ده اللي هو ايه اللي هو ان انت تسبح مع حيوان في المحيط when they snorkel off the shores عندما يغوصوا بعيدا عن الشواطئ of the tropical islands بتاعت الجزر الاستوائية where green sea turtles حيث السلاحة في الخضراء البحرية make their home تتخذ وطنا او بيتا لها the hawaiian sea turtles سلحفة هواي البحرية اللي هي باسمها هونو is a symbol of peace هي رمز السلام and good luck والحظ السعيد to the hawaiian people لشعب هواي out of respect بسبب الاحترام for this ancient creature لهذا المخلوق القديم those have been enacted القوانين وضعت to protect them علشان تحميهم it's illegal to touch or harass them غير قانوني انك تلمسهم او تدايقهم green sea turtles السلاحة في البحرية الخضراء have smooth shells لها صدفة نعمة with shades of black عليها ظل من اللون الاسود brown او البوني grey او الرصاصي green او الاخضر or yellow او الاصفر the soft bottom القاع الناعم او الطري shell القاع الاسفل بتاع الصدفة الناعم is yellow شوية لونه ابيض مصفر so why are they called green ما لسموها ليه خضرة لما فيها الالوان دي كلها the largest of all hard shelled sea turtles green sea turtles exclusively on planets لانها اضخم واحدة او تعتبر اضخم سلحفة بحرية ليها صدفة كبيرة بالشكل ده بتاكل اصلا نباتات خضراء عشان كده سموها خضراء هي سموها خضراء مش علشان لونها لكن سموها خضراء علشان بتاكل نباتات such as seaweed زي الاعشاب البحرية and algae والتحالب scientists العلماء believe their diet contributes to their green fat والعلماء بيعتقدوا ان الغذى اللي لونه اخضر اللي بيأكلوه بيساهم في الدهون اللي لونها اخضر بتاعتهم for which they are named علشان كده متسمية على الاسم ده يبقى الاسم دوت بسبب حجم الاتنين الدهون الخضراء اللي بتفرزها ونتيجة النباتات اللي بتتغذى عليها they are the only herbivorous marine turtle تعتبر السلحفة البحرية الوحيدة التي تتغذى على الاعشاب تتغذى على الخضرة او على الاعشاب herbivorous يعني اكلة عشب habitat of green sea turtles include nesting beaches المسكن او المكان اللي بتعيش فيه السلحف البحرية الخضراء دي بتتضمن اه انها بتعمل اعشاش على الشواطئ the open ocean وكمان بتعيش في المحيط المفتوح and coastal areas والمناطق الساحلية for feeding من اجل الغذاء يبقى ثلاث اماكن مكان بتبيض فيه بتعمل فيه اعشاش علشان تبيض ده الشاطئ او انها بتخش المحيط المفتوح برق جوه في المياه العميقة او انها بتقرب من الساحل علشان تاكل females return to the same beaches where they were born to lay their eggs الاناث او الانثة بتاعت السلاحف دي بترجع تاني لنفس الشاطئ مرة تانية بعد ما تولدت وفقست البيضة بتاعتها بترجع تانية هي نفسها علشان تضع البيضة hatchlings الحاجات الصغيرة اللي بتفقس من البيض او السلاحف الصغيرة اللي بتطلع من البيضة swim to offshore بتسبح الى بعيد عن الشاطئ for feeding من اجل التغذية for several years لسنوات كثيرة once they reach a certain age واول ما بتوصل عمره معين they return to coastal areas بترجع تاني للمناطق الساحلية to live as adult sea turtles علشان تعيش كسلاحف بحرية بالغة green sea turtles السلاحف البحرية الخضراء are not overly fearful ما بتخافش قوي ما عندهاش خوف من البني ادم في حيوانات كده لانها مش متعودة ان البني ادم يأذيها فما بتخافش منهم green sea turtles السلاحف البحرية الخضراء are not overly fearful of people ما بتخافش من البشر although they can swim up to 35 miles بالرغم انها تقدر تعوم بسرعة 35 ميل في الساعة يعني سرعة عالية to escape perceived danger علشان تهرب من الخطر المتوقع they are endangered in many areas of the world الا انها معرضة الى مخاطر كبيرة حول العالم due to the harvesting of eggs بسبب صيد البيض harvesting حصاد البيجول الصيادين ياخدوا البيض and adult turtles وكمان بيصطادوا السلاحف البالغة او الكبيرة turtles also face the danger of becoming accidental trapped اشوفت بقى ان هي ممكن تقع في فخ الصياد بالصدفة يعني يبقى ممنوع من ان الصياد يصطادها بس بيربي الشبك بتاعه فالصدفة تيجي او بالصدفة تيجي السلحفة في الشبكة بتاعته angel nets في الشبكات بتاعت الصياد and other fishing gear وماكينات الصيد الاخرى they are subject to a disease ومعرضة للمرض that causes tumors بيسبب عندها تورمات او التهابات that interfere with animals swimming واللي بيتعارض مع سباحة الحيوان يسبب ان السباحة بتاعته تبقى بطيئة vision يبوز له الرؤية feeding يبوز له الاكل بتاعه and ability to escape from predators and predators وكمان قدرته على الهرب من predators المفترسات تعالى على اخر سطرين بيقولك ongoing research البحث المستمر and legislation والتشريعات او سن القوانين seek to ensure بتسعى الى ضمان that green sea turtles ان السلاح في البحرية الخضراء will remain part of the tropical ecosystem انها تفضل او تظل او تبقى جزء من النظام البيئي الاستوائي for many years to come لسنوات كثيرة قادمة كده يبقى انت خلصت القطعة وتعالى على السؤال رقم 18 which context clue ايه هو السياق النصي from the text من السياق helps define the meaning of herbivorous اللي بيساعد في التعريف كلمة herbivorous او ااكلات العشب اللي هي الاجابة نمرت C green sea turtles feed exclusively on plants ان السلاحف دي بتتغزى حصريا على النباتات 19 which pair of words ايه زوج من الكلمات best describes the authors opinion يعني بيوصف رأي المؤلف of green sea turtles في السلاحف الخضراء قال على السلاحف الخضراء ان هي رشيقة او رائعة وفي نفس الوقت الناس بتحترمها او بتعمل لها قوانين الاجابة نمرت D graceful respected 20 what is the main idea of the second paragraph ايه هي الفكرة الرئيسية للفقرة التانية هي معاملة السلاحف باحترام اللي هي treat green sea turtles with respect 21 which of the following is not an example of a threat من في دول ليس مثال على التهديد two green sea turtles للسلاحف البحرية الخضراء يعني كلها تهديدات معدأ حاجة واحدة طبعا كلهم تهديدات ان الناس بتاخد البيض بتاعها ان السلاحف الخضراء ممكن تقع في فخ الصياد ان السلاحف الخضراء معرضة للامراض اللي ممكن تسبب لها التهبات وتورمات لاجابة نمرت ايه ان green sea turtles كان اسويم تقدر تعيق تستسبح بسرعة 35 ميل في الساعة معناها انها تعرف تهرب من الخطر 22 green sea turtles will remain part of the tropical ecosystem for many years to come السلاحف الخضراء سوف تظل او سوف تبقى جزء من النظام البيئي الاستوائي لسنوات قادمة the writer wants كده الكاتب عايز يعمل ايه عايز ينقذ السلاحف البحرية الاجابة نمرت د to rescue the green sea turtles 23 according to the passage which of the following is untrue هو كده عايز الغلط يعني كلهم صح وهو كده عايز الغلط معناها الاجابة نمرت ايه اللي هي green sea turtles don't catch diseases ان السلاحف الخضراء لا تصب الامراض لا بتصب الامراض لا بتصب الامراض وبيجي لها تورمات والتهابات يبقى الاجابة نمرت ايه 24 what does the underlined word this refer to كلمة this دي بتعود على ايه طبعا السباحة بجانب الكائن الرشيق الاجابة نمرت ايه swimming 25 the antonym of the underlined word herbivores عكس عشبي عكس عشبي اللي هي carnivores carnivores يعني غير عشبي او غير اكل للعشب الاجابة نمرت بي قطعة تانية at one time people used to travel to foreign countries because they thought they would be different from home في عصر من العصور او في ايام زمان او في وقت من الاوقات الناس اتعودت انها تسافر الى الدول الاجنبية لانها كانت بتعتقد they would be different from home ان الدول ديت هتبقى مختلفة عن وطنهم وعن بيتهم صح انت بتسافر دولة اجنبية لانك بتشوف الاختلاف ده buildings المباني اللي شافوها ده فود الطعام international dress حتى اللبس الوطني يعني لو انت سافرت دولة عربية هتلاقي ليهم لبسة معين غير اللبس بتاعنا هنا لو سافرت دولة اوروبية وهكذا فالناس بيقولك ان الناس زمان كانت بتسافر عشان تشوف ثقافة مختلفة مباني مختلفة بيوت مختلفة شعوب مختلفة ثقافة مختلفة لباس مختلف اي مدينة دلوقتي في العالم تلاقيها شبه التامية they all have there هيلتون عندهم فندق هيلتون او شيراتون او عتلاقي عندهم فندق شيراتون نفس الفندق مبني هنا هو هنا هو هنا which look like هيلتون او شيراتون hotels everywhere اللي تشبه الهيلتون والشيراتون في اي حتة they all have their mcdonalds كل بلد دلوقتي فيها mcdonalds فيها kfc kintaki فيها pizza hut كل التوكيلات بتاعت الحاجات اللي موجودة في كل حتة في العالم دلوقتي office buildings حتى المباني اللي بتستحوذ على المكاتب look the same تشبه بعضها everywhere في كل حتة and most city centers وحتى وسط البلد في اي مكان are full of office buildings مليانة مباني and of course people are driving the same brands of Japanese or European cars نفس مركات العربيات هتلاقي المركات الياباني والاوروبي موجودة في كل دولة usually wearing the same kinds of closing حتى طريقة اللبس دلوقتي تشبهت مع بعضها and match watching مشاهدة except for new programs مع ده برامق قليلة the same american films بتفرجوا على نفس الافلام الامريكية and tv shows ونفس العروض التلفزيونية حتى the airports are the same everywhere موجودة في كل حتة and the world's airlines are all flying the same aircraft ونفس انواع الطيارات Boeing or Airbus تلاقي الطيارة يا Boeing يا Airbus الدنيا كلها بقت شبه بعضها what therefore is the purpose of foreign مال بقى الناس دلوقتي بتسافر ليه في الوقت الحالي إلى الدول الأجنبية طب زمان علشان كانت الناس بتشوف ناس مختلفة وبتشوف مباني مختلفة وأطعمة مختلفة طب دلوقتي لما كل حاجة بقت شبه بعضها الناس بتسافر ليه for people who are not on business بالذات لما الناس ما تكونش مسافر البيزنس إيه اللي يخلي الناس تطلع سياحة في وقت كل حاجة فيه متشابهة في العالم كله what do tourists hope to experience يا ترى السائح بيتمنى أن هو يجرب ايه أو يمر بتجربة ايه in a foreign country في دولة أجنبية that they cannot experience اللي هو ما يقدرش أن هو يجربها أو يمر بتجربتها هم في وطنه أو في بيته why travel to foreign countries at all ليه أصلا نسافر إلى أي بلد أجنبية طالما الناس كده بقت شبه بعض the answer الإجابة could be that people are very interested in the past لأن اللي بيسافر ده ما بيبقاش مهتم بالحاضر بيبقى مهتم بالماضي مهتم بالماضي آه مهتم بتاريخ الشعوب مهتم بالثقافة مهتم بأنه هو يشوف الشعب أو ناس مختلفة طبيعة الشعب شوف كده it's a nation's history إنه تاريخ الأمة that is as often known as it's mean attraction هو اللي بيبقى عامل جذب رئيسي هو إنه رايح يتفرج على التاريخ most of today's tourists معظم سياح اليوم travel overseas بيسافروا عبر البحار to find out عشان يكتشفوا أو يجدوا what foreign countries and cultures used to be like إيه هي الحاجة الثقافة بتاعتهم والتاريخ بتاعهم كان شكله إيه not what they are like today مش زي ما هم النهار ده they بقى بيتكلم على الدول الأجنبية والثقافات الأجنبية مش على إنها تبقى دلوقتي لكنها بيدور على اللي كانت عليه زمان the word is cultural tourism كلمة السياحة الثقافية are now part of the language of tourism دلوقتي بقت أحد مفردات كلمات أو لغة السياحة السياحة الثقافية and it's the museums and works of art وإنها المتاحف والأعمال الفنية in many countries في دول كثيرة that are there main attraction هي اللي بتجذب السياح دلوقتي if they are هو مش جايين يكلوا ماك ماهو ماك عندهم مش جايين يكلوا KFC ماهو KFC عندهم هم جايين هنا علشان يشوفوا الثقافة والتاريخ if they are lucky لو هم محظوظين and have had sensible sensible يعني حكمة عندهم حكمة عندهم عقل strong governments حكومات حكيمة أو عاقلة حكومات قوية many countries دول كثيرة and also have at least a few beautiful places هيبقى عندها على الأقل عدد معقول من الأماكن الجميلة for tourists to visit علشان السياح يزوروها حاجة تانية بتجذب السياح غير الثقافة والتاريخ ايه بقى finally أخيرا there is a nation's greatest attraction أكتر حاجة بتجذب السياح في بلد أو في أمة it's people الشعب يبقى التاريخ والثقافة اتكلم عليهم فوق هنا في الفقرة اللي فوق دي إنما هنا دلوقتي في الفقرة دي بيتكلم على greatest attraction أكتر حاجة تجذب السياح هي البيبل الشعب a nation is just not it's historical buildings الأمة لا تشبه آآ تماما أو مش بس عبارة عن مباني تاريخية وخلاص لا it works for art beautiful places تشتغل علشان خاطر الأماكن الجميلة الفنية it is also the people الشعب who live in it اللي بيعيش فيها this is why a country such as Thailand وذا السبب اللي مخلي بلد زي تايلاند اتراكتس بتجذب millions of people ملايين الناس every year كل سنة they come mainly بيجو اساسا because of the friendliness بسبب the wood of the Thai people بتاع الشعب تايلاند شعب ودود it's why the pacific islands الجزر اللي في المحيط الهادي are also so popular محبوبة جدا there may not be such much to see or do on Fiji ممكن جزر Fiji اللي موجودة في المحيط الهادي ما يكونش عندك حاجات كتيرة تعملها في Fiji بس ايه اللي بيجذب السياح يروحوا في Fiji but there are lots of friendly smiling people الكثير من الناس او الشعب المبتسم الودود to make visitors feel welcome اللي بيخلي الزوار يشعروا بالترحاب في المكان اللي رايحينه 26 بيقولك the nation's greatest attraction is it اكتر حاجة تجذب السياح في امه او في بلد هي its people الشعب بتاعها نمرت سين 27 بيقولك the underlined word sensible كلمة sensible يعني عاقل او حكيم الاجابة نمرت ايه سين سين يعني سليم عقليا او عنده حكمة 28 بيقولك the pacific islands هذه الجذر اللي في بلاحBR بالمحيط الهادي زي فيجي are so popular because of محبوبة جدا جدا بسبب ايه兄 بسبب الشعب المبتسم او الودودوددة بتاع الشعب او الودودوددة with the friendliness of there people الودوددة بتاع الشعب بتاعها 29 although there may not be much to see or do بالرغم انه ممكن ما يكونش فيه كتير عشان تشوفه او تعمله under pacific islands في جزر المحيط الهادي we go there بنروح هناك because there are لان في عندهم lots of friendless smiling people الكثير من الناس المبتسمة والودودة welcome visitors اللي بيرحبوا بالزوار 30 which of the following do nations not usually have in common ايا مما يأتي الامم او البلاد لا تملكه فيما بينها او قاسم مشترك حاجات مشتركة restaurants and hotels الفنادق والمطاعم موجودة في كل حتة works of art الاعمال الفنية موجودة في كل حتة office buildings المباني المكتبية موجودة في كل حتة لكن المختلف people and culture الثقافة والشعوب 31 what does the underlined word they refer to كلمة زي اللي تحتها خط بتعود عليه ايه قلنا بتعود على الثقافات الايجابة نبريتسي كالت شارز nowadays all cities are almost دلوقتي تقريبا كل المدن تقريبا مالها بقى similar متشابهة كلها شبه بعض دلوقتي كلها مليانة مكاتب ومليانة توكيلات اكل وتوكيلات فنادق وتوكيلات عربيات كلها واحد 33 وطئس ده من idea of the last paragraph الفقرة الاخيرة الفكرة الرئيسية بتاعتها ايه هي الشعوب الفكرة الرئيسية بتاعتها people are a nation's greatest attraction ان الشعب هو اكتر حاجة تجذب الناس في انها تيجي تزور بلد او تشوف امة 34 بيقولك فيها newspaper reading قراءة الجرائد has numerous benefits لها فوائد عديدة it makes us aware of the current affairs بتخلينا وعيين ومدركين للشؤون current affairs الاحداث الجارية it also kills boredom كمان بتقتل الملل and enhances our vocabulary and grammar وبتزود الكلمات والقواعد بتاعتنا you can also seek jobs يمكنك ايضا ان انت تحصل على jobs او تطلب وظائف او تسعى لوظيفة او تلاقي اعلانات وظيفة and promotions واعلانات through newspapers من خلال الجرائد هتلاقي الاجابة الخاصة بالموضوع ده هي نمرد جيم لقراءة الصحف فوائد عديدة انها تجعلنا على دراية بالامور الجارية كما انها تقتل الملل وتعزز مفرداتنا وقواعدنا اللغوية ومكننا ايضا البحث عن وظائف وترقيات من خلال الصحف هنا بيقولك وظائف وتحويلات هنا بيقولك وظائف وترقيات هنا تحويلات برضو يبقى الاجابة عندك نمرد جيم طيب 35 المدرسين ينبغي ان يشجعوا طلابه انهم يشاركوا بفاعلية في مختلف الانشطة المدرسية هتلاقي الاجابة هنا به ينبغي على المعلمين تشجيع طلابهم على المشاركة الفعالة في مختلف الانشطة المدرسية 36 يقولك يقوم العلماء حاليا بتطوير تكنولوجيا خاصة بصناعة ما يسمى الازياء الذكية التي من شأنها ان تحمي الانسان من درجات الحرارة المرتفعة جدا او المنخفضة جدا الاجابة هنا نمرد ايه ما يسمى الملابس الزكية الاجابة نمرد ايه هنا في نمرد بي وفي نمرد سي بدل الاجابة لحاليا بيقولك غلط هنا بدل ما يقول التي بيقولك لا هنا ده اسم اشارة انا عايز هنا ضمير واصل 37 لوسائل الاعلام دور فعال في تكوين الرأي العام لمختلف طبقات المجتمع وسائل الاعلام لها دور فعال في تكوين الرأي العام لمختلف طبقات المجتمع الاجابة هتبقى نمرد اللي هى ميديا. ميديا تخلي بالك ان ميديا تاخد هاف لان ميديا بتتعامل معاملة الجمع ومفردها ميديا. يبقى كده نمرد به غلط لانه بدأ بهاف. هاف ان افكتيف رول لها دور اه فعال. ان شابنج في تشكيل بابلك اوبينيان الرأي العام. for different classes of society لمختلف طبقات المجتمع. هنا المفروض ان كده صح. هنا بدل افكتيف بيقول افكتيف بس من غير اه. وبالتالي الاجابة تبقى نمرد دي. تعال على الاسباب كثيرة. which i can discuss. ما اقدرش اناقشها دلوقتي. what do you think the reasons for being unhappy where? ايه هي الاسباب اللي خلت بيب غير سعيد? طبعا ان استيلا wouldn't marry him. ان استيلا مش هتتجوزه. wouldn't love مش هتحبه. or marry him ولا هتتجوزه بعد بقى ما بقى جنتلمان. سبب تاني ممكن تضيفه ان استيلا would marry stella would marry dramel. دي لوحدها كارثة. لان درامل دا يعتبر عدو بيب بالاضافة الى انه انسان مغرور وحيكسر قلبها ومش هيخليها سعيد. رقم تسعة وتلاتين. في وير بيب لو انت كنت مكان بيب وديو اجريته اسكيب كنت هتوافق ان انت تهرب مع بروفيس. لان بروفيس او مجودش دوت ساعد بيب كثيرا. هو السبب في انه بقى جنتلمان. اربعين بيقولك اكتب مقالة عن ازاي تدعم او تساند او تؤيد او تقف جنب او تدعم الاطفال اللي عندهم او اللي بيتكلموا اكتر من اللغة. علشان خاطر طبعا يكتسب اللغة وبرضو موجود عند حضرتك في المقالات اللي معانا. وحتتتبسط منه قوي بس ما تنساش ان انت برضو زي ما بنوصي كل مرة ان انت تطلع الكلمات الصعبة تحفظها كويس. وتطلع الافكار بتاعة المقالة علشان لو اطلب منك تكتب حاجة شبه وتعرف تكتب فيها. وتعال بعد كده على الامتحان رقم اربعة وعشرين اه جنرال اجزام اربعة وعشرين توينتي فور. والجملة رقم واحد بتقولك. بيقولك يعني الاساطير والحوادث الخرافية دي في العموم نقط من جيل اه الى جيل اخر. طبعا بوسيس يملك وبريس يعني يضغط وبروسيس يعني يتعمل فيه عملية تصنيع او يتم تشغيله ويبقى لجابة ان بنتبه باست فروم وان جنريشان تو اناثر يعني بتنتقل من جيل الى اخر رقم اثنين. بيقولك يو نقط دا دور انت نقط الباب اتوز اوبن كان مفتوح وين اي جوت هوم ساعة لما انا جيت البيت. معناها ان انت اما اكيد نسيت تقفل الباب يا اما لا يمكن تكون قفلت الباب. تمام كده فالرجل بيقول هنا ايه كانت هاف لوك دي يعني لا يمكن تكون قفلته لان انا مستنتج كده لان انا ايه الباب كان مفتوح ساعة لما انا جيت البيت. وطبعا الاستنتاج في الماضي. لانه وصل البيت في الماضي. معنا كده ان انت لا يمكن تكون افلته. ثلاثة. the handle of the door is broken اكرة الباب يعني المقبض بتاع الباب مكسورة. i can't handle this problem انا لا استطيع ان اتعامل مع هذه المشكلة. فبيقولك يعني هاندل هنا اسم ولا فعل? وهنا برضو هاندل اسم ولا فعل? والله واضحة. هنا ذا يبقى هاندل هنا معناها اكرة. يبقى دي اسم. وهنا كانت بيجي وراها الفعل في المصدر تبقى فعل. يبقى دي اسم. ودي فعل للاجابة ان مرتسينا ونوفير. رقم اربعة. احمد بروميسد ذات هي نقط مي اس ونقاس دابلين لاندد. احمد وعدني ان هو نقط انا بمجرد ما الطيارة تهبط. طبعا هنا بروميسد في الماضي. والصح فيها انها تكون ود زائد المصدر. احمد وعدني لان مفروض ان بروميسد بتجيب ويل. وكان فيه جملة شبه دي برضو في امتحان سابق في نفس الكتاب دا وات كان جايبها بروميسد. وما كانش فيه للأسف ود زائد المصدر واخترنا له ويل زائد المصدر وبرضو الاجابة ما كانتش مظبوطة قوي يعني. فالمفروض ان هنا طالما قال ان احمد بروميسد وعد ذات هي المفروض انها ويل فون. بس طالما قال بروميسد ديت ماضي تبقى ود زائد المصدر. بالذات ان عندك هنا رابط وجاي وراء ماضي. وبالتالي في الحالة دي مش هينفع اخد ويل هاخد ود زائد المصدر وعد ان هو هيتصل بيه بمجرد ما الطيارة تهبط. هات الصفحة اللي وراء تلاقي الجملة رقم خمسة بيقول لك توستريتش او اتفاكر يعني يطمغط او يتمطع او يتمطع اللي هي ان انت تفرد ايديك او رجليك الايجابة المريد دي. بعد كده بيقول لك مريم نقط ضيهر سلف مريم بنفسها. ما خلي بالك هي ما خلتش حد يعملها لها هي اللي عملتها بنفسها. يبقى ووش دي دا ويندوز الايجابة نمرت بيه غسلت الشبابيك بنفسها. ما ينفعش اقول جعلت الشبابيك تتغسل بنفسها. انها لو جعلت الشبابيك تتغسل معناها ان في حد تاني هو اللي هيبقى غسلها لها ونفس الحكاية في نمرت سي برضو. وما ينفعش اقول مريم غسلت الاطباق. صح كده ما ينفعش اقول مريم غسلت. كده تبقى مريم اللي تغسلت. رقم سابعة. ادى سين اوف دا كرايم في مسرح الجريمة. ما كان الحادثة او الحادث او الجريمة. بوليس اوفيسرز الزباط بتوع الشرطة. يعني عملوا مقابلات مع شهود العيان. وجمعوا. جمعوا ايه بقى? جمعوا الادلة لاجابة نمرت ايه افيدنس. طب ليه ما قالش ادلة يا مستر كلمة افيدنس ما بتتعدش اصلا. تمانية. نقط اوف دا بوكس. الكتب اي اوردرد هاف اريفد يت. يت اه ما هو يت دي معناها حتى الان. وحضرتك عارف ان كلمة حتى الان دي بتيجي في الجملة المنفية. يبقى لا نفعها اول ولا نفعها ايفري ولا نفعها ايثر. الاجابة نمرت بيه نان اوف. ولا كتاب من اللي طلبتهم وصل لغاية دلوقتي. كل ده في حب كلمة ايه? في حب كلمة يت. اللي بتيجي اخر كلمة في جملة مضارع تام. يا اما منفي. يا اما تكون سؤال. هنا طبعا مش سؤال. الرجل حطتها نقطة. وبالتالي طالما مش سؤال هتبقى منفية. تسعة. سبحان الله. صدفة غريبة جدا ان احنا توافق ان احنا كنا مسافرين في نفس القطر. يبقى انا عايز اقول مصادفة اسمها كو انسيدنس. كو انسيدنس يعني المصادفة. رقم عشرة بيقول لكم جدتي. انا قصة كل ليلة قبل ما اخش انام ادي بفور وجاي وراها ماضي بسيط. يبقى انت كده بتتكلم عن جدتك ايه? اه اخبرتك. والله ماشي. المفروض انها تبقى ماضي تام يعني يا مستر اه مفروض انها تبقى ماضي تام. طب ما هو مفيش هنا ماضي تام يا مستر. خلاص طالما جاب هنا وانت ماضي. يبقى هنا بدل ما تلاقي ولا حتلاقيها وود زائد المصدر. لان دي مضارع. اعتدت ان تخبر ولا كانت دائما تخبر هي جدتي اللي كانت دايما بتخبرني. يبقى الاجابة عندك نمرة رقم حداشر. ده ميوزيام المتحف ازئان ابسولوت نقط فور ايني وان ترافلينج تو ايجيبت. كان نقط تماما لأي واحد بيسافر مصر يستحق الزيارة فعلا. معنى كده ان بقول عليه حاجة اسمها مستسي يعني ايه مستسي? حاجة لازم تشوفها طالما بتزور مصر. اتناشر. the lady السيدة of the murder بالقتل is so to be innocent. يعتقد ان هي بريئة. المفروض ان انا اقول the lady who is suspected. السيدة المشتبه بها. التي يشتبه به. طب انا ما لقيتش who is suspected يا مستر. ولو suspected حتى. حلوة قوي يبقى انت حتشيل who? وتشيل verb to be وتسيب التصريف الثالث. يبقى يجبتك نمرت see دي حالة حزف ضمير وصل. السيدة المشتبه به. تعالى بعد كده على she refused to be treated by an nقط and demanded to see a qualified الدكتور. هي رفضت ان هي تتعالج بواسطة نقط وطالبت بانها تشوف دكتور مؤهل او متخصص. يبقى هي بقى ايه رفضت ان هي تتعالج بواسطة متمرن او متدرب. ابرنتس شب ده التدريب المهني. تدريب انا عايز اقول متدرب. يبقى الاجابة نمرت بي انترن متدرب لسه تحت التدريب. اربعة عشر. هي نقط his wife when the robert drew a gun. هو نقط زوجته. عندما الحرامي سحب مسدس او طلع مسدس. يبقى هو ايه بقى? خاف من زوجته. افرد اف برضو خايف من زوجته. مرعوب من زوجته. هو خاف على زوجته. يعني خايف عليها. خاف على زوجته. لان الحرامي طلع مسدس. خمسة عشر. احد الجمل الاتية تناقش. ماذا يفعل? عشان نواكب التكنولوجيا الحديثة. في التعليم. مين في دول? بتستخدم علشان هتناقش الموضوع ده. ماذا يفعل? نعمل ايه? علشان نواكب التكنولوجيا الحديثة في التعليم. الاجابة هتبقى نمرت دي. ينبغي ان احنا نجهز سكولز المدارس بكل الامكانيات الممكنة. عشان نخلي اليوم الدراسي مفيد ونافع للطلاب. تمام. هنا بيقول لك المدرسين ينبغي ان يمثلوا دور الاصدقاء والمرشدين للطلاب. ايه علاقة ده بتكنولوجيا التعليم. كل الانشطة المدرسية ينبغي ان تدعم ايه علاقة ده بالتكنولوجيا. الطلاب ينبغي ان يكونوا قادرين على ممارسة زر فيفورت هوبيز هوايتهم المفضلة اندرس كولز في مدرسهم برضو ايه علاقته بالتكنولوجيا? انا بتكلم على التكنولوجيا في التعليم. خمق ستاشر. مين في دول الترقيم بتاعها هو الترقيم الصحيح? طيب عام. في الف مية اربعة وخمسين هنري التاني اصبح الملك بتاع انجلترا. طبعا الاجابة نمرت بي. في الف مية اربعة وخمسين كومة هنري التاني اصبح ملك انجلترا. طيب ونمرت ايه غلط ليه? عشان بيقول لك انجلند عملها ما ينفعش. الف مية اربعة وخمسين هنري عملها ما ينفعش. الف مية اربعة وخمسين هنري ساكند بيكين كينج عمل هنا غلط لانه اصلا هنا لقب وعمل اعمل لي كمان اخرها كومة. غلط. يبقى الاجابة نمرت بي هي اللي صح. مين في الاربع جمل دول غلط. حلو. اي بريفير درينكينج تي بريفير بييجي وراها فعل زائد ING. اي بريفير تو زائد المصدر صح. اي بريفير درينك دي افضل اي بريفير بتيجي بالمصدر بدون تو صح. انما اي بريفير درينك دي مفروض تبقى تو درينك دي. بل اجابة نمرت دي هي اللي مظبوطة لانه عايز الغلط. تعال على القطع بيقول لك فيو راجز تو ريتشز ستوريز كومبير تو ذات اوف اندرو آآ كارنيجي. شوف يا سيدي بيقول لك قصص قليلة جدا ايه راجز تو ريتشز ديت يعني من الفقر الى الغنى. عدد قليل من القصص بتعبر عن الموضوع بتاع حد او ناس اتنقلت من الفقر للغنى آآ مقارنة بقصة آآ اندرو كارنيجي. واحد اسمه اندرو كارنيجي ده. قصته تشبه القصص ديت بس طبعا قصته ندرة مش زي قصة اي حد لان دي قصة حقيقية. ده مهاجر اسكتلندي اصلا. والذي اصبح فيما بعد. اشهر واغنى رجل صناعة في عصره. اصلا اتولد في اسكتلندا الفة ثمنمائة خمسة وتلاتين. the son of a weaver. اتولد ابن واحد شغل نساج. شغل بيخيط ساججيد وبيعمل الحاجات دي يدوي كده. ويفر نساج. his family expected him to follow in his father's steps. وعيلته كانت متوقعة ان الولد دوت اللي هو اسمه اندرو كارنيجي ده يطلع زي ابو. هوا بروا مع ذلك the industrial revolution ايجت السورة الصناعية اتشينجت their plans غيرت خطط الاسرة بالكامل. mechanized looms. النول. النول ده اللي ابو كان بيشتغل عليه بيعمل عليه النسيج. بعد كده لما السورة الصناعية ايجت عملت نول صناعي. نول مش شغال بالميكانيك. شغال بالمطور. replaced the weavers حلت محل النساجين. ابوه نفسه افطأر. and Andrew's father وابو اندرو هات وبيج فورورك اضطر انه يشحت كوسيلة عمل اكل. عيشه بقى شحات. بقى يمدي ايده متسول. كارنيجي ذود ذات. ذود يعني نذرة. نذرة يعني اصرة يعني كان ندر ندر. يعني كان مكرس نفسه ومخصص نفسه وانه was older انه لما يكبر. he would rise up out of poverty. لازم يطلع من الفقر. at the same time في نفس الوقت كارنيجي learned from relatives بيتعلم من قريبه ابوة equality عن المساواة. in the workforce قوة العمل او القوة العاملة. and the right of common workers. وكمان كان بيتعلم عن حقوق العمال. يبقى الولد فقير وحالته عدم وابو بيشحت. والولد كان مصر على ان هو يعمل بجد ويطلع من الفقر. وفي نفس الوقت كان بيسمع من قريبه عن حقوق العمال. حلو. كارنيجي's family عيلة كارنيجي fled to america. herbert flee يعني هيربت طارت على امريكا. to seek better opportunities علشان تحصل على فرص افضل. كارنيجي began his career among the working class. بدأ شغله في وسط الطبقة العاملة الكادحة من البشر العمال. taking jobs in factories ياخد وظيف في المصانع and the telegraph industry. and the telegraph industry. and the telegraph industry. يعني تتبع كووركر يعني زميل عمل واحد زميله معاه كارنيجي ماشي معاه او ماشي وراه وتتبعه يعني علشان يشتغلوا مع بعض من مكتب التلغراف انتو راح معاه في البزنس بتاع شغل السكك الحديدية هم الاتنين هو وزميله راحوا يشتغلوا في السكك الحديد وقعد شغال في السكك الحديد أثناء الحرب الاهلية في أمريكا بعد الحرب كارنيجي ادرك اهمية بعد الحرب ما خلصت ادرك اهمية الحديد اند ستيل والصلب استقال طلع من الشغلان من السكة الحديد عشان يشتغل في شركة كباري قبل ان يستثمر امواله في صناعة الصل تمام كارنيجي كان عنده ارادة انه يخاطر مخاطرات كبيرة لعم للافكار الجديدة والتكنولوجيا انويتش هي بيريفد اللي كان بيؤمن بيها وبيعتقد انها حاجة قوية جدا يسيد كان بيقول الويركرز شود فورم يونيونز ما هو ده الكلام اللي تعلمه هو صغير قال ان العمال لازم يكونوا اتحادات يعملوا اتحاد تبروتكت ذي الرايتس علشان يحموا حققهم ومع ذلك ابن الذين كان بيأكل حقهم اصلا ومع ذلك كان بيخليهم يشتغلوا ساعات طويلة مقابل اجور منخفضة يعني هو نفس اللي بيقولهم روحوا اعملوا نقابة واعملوا اتحاد للعمال عشان تحافظوا على حقوقه هو اللي كان بيشغلهم نفسه ساعات طويلة وطبعا المقابل كان قليل وبعد ما اشتغل في البزنس بتاعت صناعة الصلب لسنوات عديدة باع الشركة باع الشركة لواحد اسمه جي بي مورغان كان بيؤمن انه من العار ان انت تموت غني خلاص بقى هو الراجل خلص ووصل اللي هو عايزه وبقى مليونير زي ما احنا بنقول او كمان ملياردير باللغة بتاعتنا النهاردة هتشوفوا سروته كانت كم اصلا في الوقت دوت كانت حاجة عملاقة جدا كارنيجي اعتقد انه من العار ان انت تموت غني طبعا ما ليه يعني اقطع فلوسه ولا ايه حول جهوده طبعا ما ليه يعني انه يمنح يتبرع بالملايين بتاعته بالنسبة لوجهة نظره او اراءه ان الناس ينبغي ان تساعد انفسها في المؤسسات او المعاهد اعدي دعم في المؤسسات او المعاهد بتاعت التعليم العالي كارنيجي انشأ اكتر من 2000 مكتبة عارف يعني 2000 مكتبة في فاليود بيس كان يقدر قيمة السلام اند بلت ابلس اوف بيس وبنى قصر سماه قصر السلام فين النيذرلاندس في هولندا ذات وود ليتر بيكم ان انترناشونال كورت اللي بعد كده اصبح محكمة دولية تخيل اسمه بالاس اوف بيس ده كان يعني مقر المحكمة العدل الدولية اللي موجودة في الاهاي في هولندا اصلا هي اصر الراجل ده كان شريو كان مسميه اصر السلام بفوره ضايد قبل ما يموت كارنيجي جيف اوي تبرع او اعطى او كان منحا او تبرع ب350 مليون دولار ايامها 350 تخيل اصلا هم لو 350 مليون دولار دلوقتي اساسا سيبك من ايامها شوف 350 مليون دولار دلوقتي يبقوا كان بيقولك افورتشن عبارة عن سروة حتى بمفهوم اليوم او بمعايير اليوم او على مستويات اليوم 350 مليون دولار سروة كبيرة جدا تخيل لما كانت ايامها بقى كانت تبقى كامية باشا تعال على السؤال رقم 18 اللي بيقولك فيه حاجة واحدة نقدر نوصف اندرو كارنيجي بيها احيانا تصرفاته ما كانتش بالضبط زي كلامه ما هو عمل يقول للعمال اعملوا نقابة وطلبوا بحقوقكو وهو اللي كان بيشغل نفس العمال ساعات طويلة من غير ما يديهم فلوس كافية نفسه هو نفسه ونفسه هو اللي كان مصر انه يطلع من الفقر ويعيش غني طب بعد ما عاش غني ووصل للسروة قالك والله لموت فقير ورح متبرع بفلوس وكل حاجة كده يعني غريبة 19 ما هو اللي خل وظيفة ابوه ملهاش لازمة وبقت شيء من الماضي الثورة الصناعية ايجا تخلت النول اليده وده ملوش لازمة والمصانع اشتغلت بدل البني ادمين 20 من القطعة يعني تفهم يمكنك ان تفهم او تستمتج او تستوعب انا افهم ايه من القطعة افهم ان كارنيجيس انفستمنت اندستيل اندستري ان استثمار كارنيجي في صناعة الصلب كان مخاطرة هو نفسه كان بيحب خاطر علشان خاطر يوصل اللي هو عايز 21 الفقرة التالتة الفكرة الرئيسية بتاعتها ايه الجابة نمردي بيقولك انه بيقولك انه استثمار كارنيجي لفلوسه في مساعدة الناس عمل متين مكتبة وعمل التبرعات وعمل قصر سمى قصر السلام 22 what do you think كارنيجي منت تقصد في وجهة نظرك او من رأيك كارنيجي كان يقصد ايه لما قال انه من العار انه يموت غني معناه ان بيقصد بكلامه ان الواحد مننا بيخسر احترام الاخرين لما يموت وهو سايب ثروة كبيرة مساعدش بيها الناس 23 من الفقر الى الغنى او من كلمة راجز اصلا يعني خلق الهدوم المقطعة من الهدوم المقطعة الى الغنى من الفقر الى الغنى استخدمت علشان توصف ايه person's rise from state of extreme poverty to one of great wealth اللي هي معناها انتقال الشخص او ذهابه من حالة الفقر الشديد الى الثروة العظيمة 24 according to the message طبقا للقطعة which of the following is untrue عايز الغلط مين في دول غلط اللي جابة نمرد بيه اندرو كارنيجي believed it was disagreement to die rich انه خلاف انه يموت غني لا هو ما قالش disagreement هو انه من العار انه يموت غني السؤال رقم 25 لسه على القطعة دي بيقول العيلة بتاعته كان متوقعة انه يمشي على نفس خطوات ابيه ده معنا انه هو كان هيطلع ايه على زي ما العيلة كانت متوقعة كانت العيلة متوقعة انه يطلع ويفر نساج زي ابوه بس ايجت الثورة الصناعية ولخبطت كل حاجة القطعة الثانية بيقولك الشمس كانت عالية جدا في السماء واشعة الشمس كانت نزلة مباشرة على قطعة من الارض بير يعني جرداء جرداء يعني حتة مكشوفة ما فيها الشجر حتة مكشوفة سهلة منبسط من الارض كان فيه حاجة محطوطة كده في وسط الأرض دي تشبه الحجر الضخم اتوز اتايجر الحجر اللي تشبه الحجر الضخم ده كان عبارة عن نمر ماله النمر ده ده تايجر ليه كوي تستيل النمر هناك يرقد ساكن تماما اتوز نولونجر ايبل تؤتاك معدش قادر انه يهاجم ذدير الغزالة ذات وير سو ايزي توكل اللي كان سهل على انه يقتلها وين اتوز ينج لما كان صغير معنى كده ان احنا قدامنا نمر عجوز كبير في السن ومريض معدش قادر يجري زي زمان يطارد الغزالة وياكلها ذي موفد تو كويكلي فور اتنا ودلوقتي الغزلان بتتحرك بسرعة جدا علي دلوقتي يعني دلوقتي بقت اسرع منه معدش يقدر يلحقها ولا يصطادها وعلشان يعرف يعيش يعيني لقى النمر نفسه انه هو لازم يصطاد اضعف حيوان مين هو اضعف حيوان نيمليمان تحديدا الانسان ما هو الانسان هيبقى ابطأ من الغزالة بكتير فيعيني النمر مضطر دلوقتي علشان يعيش انه يكل بني ادنين عارفين يعني ايه؟ معنا كده انه ما عادش قادر يصطاد حده علشان ياكل ويعيش لازم يشوف البني ادنين بقى يعمل لهم في خاخ ويستخبالهم لغاية لما الحال الانسان يقرب منه كويس ويروح ايه؟ النمر منقض عليه فالانسان ما يلحقش يجري سريع زي الغزالة او زي غراء وبالتالي يقع فريسة للنمر بعبارة اخرى The tiger became a man eater النمر تحول الى اكل انسان It would wait impatiently بيستنى بفروق الصبر Near the stream جنب جدول الماء او جنب المجرى المائي Until some unfortunate woman لغاية لما تيجي ست سيئة الحظ ست تعيسة Came near enough for it لغاية لما تقرب بمسافة كافية When the men of the village arrived at the scene of the killing ولما الرجال بتوع القرية يصلوا الى المكان اللي حصل فيه موت الانسان The tiger was far away يكون النمر ايه؟ هرب Of course طبعا The tiger realized that women were more vulnerable than men النمر ادرك بان النساء كانوا اكثر غرضة Vulnerable يعني اكثر غرضة او اكثر يعني مش عارف اقولك اكثر غرضة يعني اكثر قابلية ان هما يتم صدهم ذان من اكثر من الرجال لان الرجل مهما كان اقوى من الست وحيقوم وممكن يكون اسرع كمان فيعرف يهرب فبقى لقى نفسه النمر دوت بيصطاد ستات بس ويقول هذا story of the tiger قصة النمر انتشرت قصة النمر دوت انتشار النار في الهشيم انتشار النار في الهشيم يعني ان القصة انتشرت بسرعة طبعا ما هو لما يقتله ست واثنين وثلاثة اكيد طبعا اهاليهما يطلعوا يدوروا عليهم ويتعرف ان فيه نمر لانه ممكن يبقى له اثر اقدام في الارض اتعرفت حكاية النمر بسرعة جدا بعد ما تمكن من انه يقتل او ينهي حياة اثنين من النساء البريئات ووحدة ثالثة محظوظة كانت قادرة انها تقاوم النمر وهربت منه فطبعا عرفت الناس الحكاية بدأ الناس يتكلموا عن النمر المفترس اللي بيأكل للبني ادمين بعضهم حاول ان هو يعمل جهود علشان يلاقي النمر بطء فان ولكن دون جدوى واضح انه كان نمر ذاكي وعجوز وفاهم لطايدر ذهابت عادة النمر ان عمره ما بيرجع لنفس المكان تاني اللي مره قتل في حد خلى من الصعب جدا انهم يعرفوا مكانه فين لان النمر لما بيهاجم حد في حتة ما بيرجعش للحتة دي تاني وتم تجربة كل انواع الحيل والخدع مع هذا النمر ومنفعش كانت محطوطة بذكاء بس النمر هرب منها كلها وان مورنينج وذات صباح اهل القرية كانوا مندهشين خير يا عم في ايه مندهشين ليه وان دا تايجر لاينج دد لقيه النمر دوت مرمي ميت نير ذا ليك جنب البحيرة ليه خير طلعت روحه ازاي ذا فينيجرز اهل القرية ديسكورد اكتشفوا ذا دا اول دا تايجر ان النمر العجوز هاد افايت حصل بينه وبين حصل قتال معاه قات نايت بالليل واذا ابيك بطلوا مع جموسة كبيرة انت عارفين الجموس البرئ او الجموس الوحشي ايجا النمر يصطدق جموسة جموسة ديتله لما موتته ستة وعشرين which of the following is true ايا مما يأتي صواب الاجابة نمرت سي طبعا اللي هي the tiger attacked the three women ان النمر هاجم ثلاثة من النساء 27 بيقولك they moved too quickly اتحركوا بسرعة جدا علشان كده الان طبعا اللي هو ايه اللي هو نفسه الاسف اللي هو يعني الغزلان بقت بتتحرك اسرع من النمر دلوقتي معناها ان النمر معدش يقدر يصطد اي غزالة الاجابة نمرت دي ان خلاص معدش النمر يقدر يصطد الغزلان لان الغزلان بتتحرك اسرع منه دلوقتي 28 التعبير بتاع انتشرت انتشار النار في الهشيم معناها يعني الاخبار اتعرفت في كل حتة او كل الناس عرفتها 29 دا دايدر النمر كان قادر على ان هو يعمل ايه بقى طبعا الاجابة نمرت سي اسكيب دا ترابس عملوله كذا فخ وهو يهرب منهم 30 اين حدث القتال اللي حصل بالليل بين النمر وبين الجموس الوحشي طبعا جنب البحيرة لان هما لقيوا جسته جنب البحيرة الاجابة نمرت اين يردى ليك 31 تبقى للقطع which of the following is untrue عايز الغلط الاجابة نمرت ايه كانوا قادرين لا اهل القرية ما عارفوش قعدوا ينصبو له كذا فخ ما قادروش كانوا قادرين ان هما ياخدوه في فخ او يقبضوا عليه في فخ تايجر اند اند لا دا ايوه ميت لوحده نتيجة قتال بينه وبين جموس وحشي 32 لماذا كان من الصعب على اهل القرية وكل دا تايجر ان هما يقتلوا النمر طبعا علشان النمر مكانش بيقف بيرجع لنفس المكان اللي قتل فيه حد او خد فيه فريسة وبالتالي النمر دوت كان عجوز وكان زاكي جدا دماغه ايه الدماغ نمر فعلا وما بيرجعش تاني على المكان اللي كان بيصطاد فيه او اللي استطاد فيه حاجة قبل كده وهات صفحة 180 تلاقي السؤال 33 اخر سؤال في القطع دي اللي هو بيقول لك كيف قتله في النهاية ابطل وقتك يجا ياكل الجموس الوحشي الجموس الوحشي روق عليه 34 جهود عظيمة تبذل طول الوقت بوسطة العلماء والباحثين كرونيك كرونيك يعني مزمن كرونيك الأمراض المزمنة والقاتلة الإجابة عندك أو المميتة الإجابة المردية يبذل العلماء والباحثون جهود عظيمة طوال الوقت لمحاربة الأمراض المزمنة والمميتة رقم 35 من الضروري إن إحنا نربي جيل قوي اللي هم واعيين ومدركين لمشاكل مجتمعهم ويمكنهم أن يبتكروا حلول لها يبقى الإجابة عندك به اللي هي من الضروري أن ربي جيلا قويا يكون مهتما بمشكلات مجتمعه ويستطيع ابتكار حلول لها 36 الفساد آفة تصيب المجتمع وتعوق تقدمه ونموه لذا ينبغي محاربته في كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومي الإجابة نمرت إيه يا الإجابة الصحيحة كرابشا للفساد هنا عملها بيست بالبيل خفيفة معناها اللي هي ما ينفعش أنا بقول للفساد آفة هيبقى بيست بالبيل تقيلة بتهاجم المجتمع وتعوق التقدم والنمو سوء مصط بيفوت يجب أن يحارب هنا بيقول لك مصط بيفروت غلط مصط بيفوت يجب أن يحارب في جميع المؤسسات الحكومية والغير الحكومية 37 ينجح في الحياة من يتصفون بالمثابرة والتحدي وسرعة البديهة والطموح والمخاطرة والمبادرة يا صلاة النبي هؤلاء هؤلاء الذين يملكون هنا يقول لك وهؤلاء جمع هؤلاء 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 يقدروا ينجحوا في الحياة أمل عظيم في رقم 38 هل تعتقد أن استيلا كانت متأثرة بشكل سيء بأمها يعني فقدان الأم أو أن أمها مش موجودة ده أثر عليها أقول له كانت قاسية وسيئة الطباع فده طبعا متأثر بقى عايز تفتعتبره أنه ورافة على أساس أن أمها كانت مجرمة هي كمان وكانت رد سجون مشاكل في شبابها أو أن البنت علشان فقد أمها أو أمها مش موجودة فكانت قاسية وسيئة الطباع على أي حال الإجابة دي هتنفع للتنين فصرها كده أو فصرها كده الإجابة دي هتنفع لأي مفهوم لهذا السؤال 39 هل تحب شخصية استيلا طبعا لا لأنها كانت قاسية وفخورة أو مغرورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته